مشاهدينا من داخل مصر ومن خارج مصر برحب بكم في برنامج همسات موزيئة وطبعا زي ما عودناكم ان احنا بنقدم لكم فقرات جديدة وفقرات مميزة وفقرات شيقة طبعا معنا النهاردة فقرة فنان شامل عنده مواهب كتير جدا هو ممثل وبيلقي شعر وعنده مواهب كتير اول احب ارحب بضفنا اللي مشرفنا ازايك يا احمد الشرقاوي الله يخليك واسبعي اخبار حضرتك الحمد لله منورنا في استوديو صحة وجمال انا اللي بجد متشرف جدا بكل قناة الاسرة وكل قناة الصح والجمال سوريا وعندي شرف كبير جدا ان انا معاعد مع الاعلامية الجميلة للاستاذ دعاء وبشكر كل اسرة قناة الصح والجمال وزي محمد الشاهد وكل الاسرة اللي موجودين في القناة برا بس عايزين نقول حاجة انا مش شاعر اوستاذ دعاء ما انا عايز اقولك الاول عرفنا بنفسك انا ممكن اكون برتاجل شاعر لكن انا مثلا لو قدام وليكن لجنة تحكيم شعر او كده هيطلع من وراي غلطات كتيرة جدا لكن اللي عندي دا مش شاعر انا ربنا مدنش غير هي موهبة واحدة هي التمثيل فقط لغير تمام كده بس اللي دائما او ابدا بقول ان التخصص احترام هو الفنان عنده موهبة واحدة انت شايف نفسك عندك اكتر من موهبة لا او التخصص كويس طب الشاعر جالك ازاي بتبقى حاسس او دخلت موكف وعايز ان انت تتكلم معنا مش مش حاسس ان دخلت موكف يعني الكلام اللي اقوله من دخل الشارع المصري فيه من زمن وفيه من دلوقت ففيه مثلا بليكن ارتجا لكن مش ها لكن انا ما مفيلكش في حادي غنية ما بطي التمثيل فقط لغير تمام طب عرفنا ايه الادوار اللي انت قدمتها في السينما وايه تاريخك في السينما انا كنت طالع في فيلم اسمه الجزار مع الاستاذ علاء مرسى وبدرة طلبة وهينزل الشهر اللي جاي السينما هو هنزل الشهر اللي جاي السينما انا اول شهر ايه احسن ايه تبع اسر تغفت الزعزي ربنا يخلك تحت ايه الاسادي جبرز واسف شاهين مش اسر تغفت الزعزي لا الاسادي جبرز واسف شاهين كان مقرج المقتص في مسرح اسر تغفت الزعزي تمام كنت مثلت الاول في التانية بطي داقي فحفلت عيد الام وكده فالموضح اجابني جلتا انت الموهبة عندك من صغير اكتشفت نفسك ازاي بقى لما كنت في حفلات عيد الام وكده بتدايقه كده طف قدام الملايه بقى وتمثل او كنت بيحسك كده كتير جدا بس مش بقلت دا كنتش بعرف اقلت حلس كان عندي موهبة كياسة كده كنت بقى دايما بقولها قدامي المدير نفسه ادخل على المدير اقول له كذا 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 تقول له انا عايز امثل ولا بتمثل عليه افلا لا كنت مثلا بقول لان لو الحفلة اللي بتحصل انا عايز امثل فيها ما كانش كان دايما اغاني اغاني مع اطفال وكده لكن قلت له فيتا عايزين نمثل يعني عايزين نمثل يعني عايزين نمثل ازاي نسل بتمثل بقى بدأ يعني الكلام نفسه عجبه فبدا يقول له كي ماشي بتتعرف تعمل ايه بقيت اعمله كذا حركة وكذا بتأكيدة بقى جات من هنا بعد كده جيل لأستاذ عارف الحسيني دا كان في الاعداد دي اتكرمت بقى من الأستاذ محمد عبد الله كان هو المدير المدرسة سعادة خداني شهر التأدير في التمثيل وكده ولما رحت السنو الصناعي اول حاجة دورت علي والمسرح يعني اول ما افكر انا داخل الكسم ايه او هيبقى تخصوص ايه في السنو الصناعي اول ما دخلت دخلت المسرح لقيت الاستاذ ايمان نجي فلاقيته برضو بمسرح اياته كويسة فقلت له الامر اتنين ثلاثة انا ممثل كويسة عندما اطلع المسرح ده كان اول مرة اشوف المسرح بجد بقى يعني في الاعداد واللي بداية كنا في الحوش بتاع المدرسة كنا بممثل في الحوش لكن لما شفت مسرح في السنو الصناعي انك كنت فرحان جدا بي فاولت له كيف طلعتني معالسوزة ايمان نجم كازا مرة فشاف عندي موهبة غير كل اللي حواليه رشحني الاستاذ يوسف شاهين كان في اصر ثقافة الزعزية فكنت بروح دايما هناك بأصر الزقافة ده كان المدير بتاع استاذ احمد سامي خاطر فتلاكت اليوسف شاهين كان هو المسؤول عن المسرح بتاع أصر الزقافة المخرج اللي مسك بمسرح هناك بدأت تاخد معاه دوريات تاخد معاه كروسات جميلة جدا بدأت تستفد منه كتير جدا عشان كدا ما اكتفدش بالموهبة اللي عندك بدأت تتنميها وتيصد خلصات لا المسرح نفسه هو اعداد ممثل وبيخرج موهبة كويسة جدا لكن مش الحالة أصعب طبعا عشان انت بتبقى لايف قدام الناس لايف طبعا ولازم الحركة نفسها في المسرح بتفق طبعا يعني رجليك عشان خطر تخطي خطوة مش اللي هي اللي قصادك شكرا وانت كمان تضحك بالضبط كده ومثلا ممكن في المسرح ممكن ترتجر حاجات بسيطة في المشا لكن لو في كوب ليه كامل وقع منك في المسرح انت ضيعت طبعا انت قوي ما بدأت بدأت مسرح بدأت مسرح بعد كده بدأت أسعى بقى خطة أول شرقية ومع ذلك مش الهدف يعني رجليك التحكم اللي كانت موجودة أثناء الأخر المسرحية قلت وكده على مستوى الشرقية لجنة التحكم نفسها اللي كانت قادة بتلوحنا كنا زمان زيق على المسرح ده كوي يعني انتو أخيركم أكيد طبعا بس هو انتو أخيركم ده انتو أخيركم المسرح ده طب ايه يعني أنا عايزة تشاهد فلقيت إن المسرح طبعا ما دارش ننكر إن المسرح هو اللي بعمل مهوبة كويسة المسرح هو اللي بعمل أكيد طبعا عايز صوتة لحاجة أفضل فبدأت أروح المكاتب نفسها ما عجبتنيش المكاتب أخيرها سيف صورتك واحن رد عليك كذا مرة كتير جدا أبطر من حوالي 8-18 سنين ذلك أنتظر أنا زي إيه يعني يوم ما في حمد مطرح الهرم على الفنان محمد رمضاني مشاخب اه انت عندك هدف عايزه وطاله لا وانا ما كنتش رايح للفنان محمد رمضاني باسم يعني انا ما عرفش اصلا ما بياخد على المطرح الهرم انا اجتماعي في الشرق الهرم فلقيت ماني كانت برسمة الفنان محمد رمضاني طب نكمل بقى احوالنا بس نطلع فاصل ونرجع على تول تاني بالفاصل مع الفنان الشامل الموهبة الرائعة احمد الشرقاوي احمد انت مجهز لنا شعر عايز تقوله ارتجال يعني او او مجهز ارتجال عايز ورينا بقى وسمع سادة المشاهدين قصيدة بعنوان طمحات وهمية طمحات وهمية كلام الموليد تسعين حتى موليد الفين بالتحديد كلام الموليد تسعين حتى موليد الفين ان انا جيل مثل باك الاجيال احنا جيل زي اي جيل ان انا جيل مثل باك الاجيال لحنا اقوى من الصخور ولا طولنا من فارق الجبال لزكأنا خارج الحدود ولا طمحاتنا في الخيال احنا الجيل اللي بيحلم بخطوة صحف مستقبله وعمرنا ما طمعنا نكون زعماء مجال إحنا الجيل اللي جينا سمعينا عن كل حاجة حلوة لكن ما شفنهاش سمعينا عن زمن جدودنا زمن الطيبة وقلوب صافية وأيام أمان إحنا ما حسنهاش إحنا الجيل اللي جي في زمن غريب وكوانينه أغرب إحنا الجيل اللي عشرنا ناس بتضحك في وشنا وقلبها جوة منها مرسومة على هيئة عقرب بيجبروك تبقى زيهم مش بمزاجك ده غصب عنك ما هي لما ضربت موتك تجي لك من القريب لما ضربت موتك تجي لك من الأقرب يبقى لازم تعيش عقرب إحنا الجيل اللي حضر قانون المصلحة وشغلة تحت الترابيزة وجبر خواطر إحنا الجيل اللي عايز يفهم أنهي قلبي بيشوف الحق بعينه ويروح يماطل في الباطل مش هتكلم كتير عن أوجعنا عشان ألخص وادخل في موضوعنا كسة كفاح كسة كفاح لجيل تلت تربعه بيسعى للفن التمثيل بالتحديد انتظر أيها النجم المغمور فأنا مثلك مايرقص قلبك من الفرحة كلامي مش هيفيدك بحاجة عندي نفس مشكلتك أنا كمان لفت على منتجين ومخرجين ومكاتب كاستنج مصر وقالولي سيب صورتك هي الصورة بتتكلم؟ هي الصورة بتتكلم؟ شايف عندي موهبة جبارة يبقى فقصد مبدع فاهم نجيب منين الفاهم؟ لما يبقى منتج ومخرج مستنيين واحدة عريانة نروح لمين يقايم؟ لما منتج ومخرج وممثل صوبر حتى عامل مكتب الكاستنج علينا بيتقايم نروح لمين يقايم؟ كامل؟ خلاص لأ لسه فيه لأ لسه فيه أكمل أكمل أكمل؟ أكمل بس إيه كامل واجع اللي في القصيدة ده؟ بعالش كامل نروح لمين يقايم؟ ما تنسوش بعد ما تغطوا غراطكم من موهبة فشلة لقبوها بكم بلت الموسم ولقبوني أنا بأن أناني لقبوني أنا بأن أناني عشان خارج عن ممتي وطموحاتي في العالي أنا مش أناني أنا مش أناني بما أنك متسجل في النقابة مخرج أنا مش طمعان غير في مشهد تبتشفني فيه ما تزهقش من زني وترميني في أوردر ما جميع ما تشافش فيه أنا مش كنبارسة أفرح بواجبة ومية وخمسين جنيه أنا النجم المغمور اللي من أجل موهبته ساب بلده وقعد لكو في الشارع أكتر من الطراب اللي فيه أسكت إزاي أسكت إزاي وإني شايف هدفي قدام عيني محتال يعني إيه نجم من دولة تانية وجنسية غير الجنسية ينفتح له مئة ألف بف في المجال ما بكفيانة شغلة تحت الترابيزة ومصالح وغسيل أموال يعطينا ناكت فني قابد إرشين يقول لي ستوب ستوب أنتو اللي جيل فشلة أيو أنتو اللي جيل فشلة ما تعبتوش في أي حاجة وعايزين كل حاجة سهلة لأنتو موهبين ولا هتوب أنجوم ما تخلونا صرحة والله من الزنبنا خالص إن انتو جيل مريد بالشهرة طيب هي كلها الحربية فيها شهرة الشرطة والجوية فيها شهرة وزيف البنك والكهرباء والبترول فيهم شهرة إحنا الجيل اللي من ساعة ما شفناكو بيهددنا خطر كبير اسمه واسطة كل حاجة في البلد عايزة واسطة اتعلمنا من جيمس كاميرون وميل جيبسون إن الفن إبداع ومهارات مش منتج بفلوسه يتدخل في شؤون مخرج ومخرج يشغل لكاست ونصه ستات عريانة ما تملكش أي قدرات يألف إخسارة على زمن أصبح الفن فيه مبنى على العريات مش هتطولوا على الساحة عشان كده مش عايزينكو عيوة خارجين عن نمطكو ما قبل منكو فكر بتفكيركو ومات الفن إبداع ومهارات إحساس وإقناع نوهبة بتفرد نفسها سنسة عالية عمره مكان علاقات عزراً أيها الوسطة الذي يرقصك قانون الوسطة عزراً أيها الوسطة الذي يرقصك قانون الوسطة فإننا جيل لست منك فإننا جيل لست منك ومعك من الوقت وقتاً كافي لتتخذ قرارك فأما أن نكون معك وأما لو يشرفنا حضورك إذن لا تترك شيء خلفك إذن لا تترك شيء خلفك فإن لم تستطيع إقاف مهزلتك فإننا جيل للأبطال الذي يستطيع إقافك جيل العزيز جيل العظماء أوعى قصة كفاحك تكسرك أو في يوم تكن ما تخليش كلامهم ما تخليش كلامهم ليك يحول قلبك لشر أو لغل وإوعد اللي قفر الأبواب في وشك إنك راجع تشتري المبنى بأبوابه أوعى في يوم تميل اسعب ما يرضي الله وسيب البقى عليه هو اللي هيحل قولنا جيل الأبطال شيل طموحاتك من على يفطة الأحلام الوهمية أوعى في يوم تكون يائس بكرة ده بتاعنا الساحة بتنده علينا إحنا أبطالها وهالنافس خلاص تاني مش مقتنعين بتفكيركو أيوة شبعنا من إحباطكو ما إحنا ياما مشينا ورا كلامكو وبسببكو أصبحنا الجيل اللي بيمر في اليوم بمئة ألف حالة نفسية سيشهد التاريخ عن قريب إننا جيل العظماء مش هنقبل في يوم تكون أهدفنا عبارة عن طموحات وهمية شكرا إيه الجمال وإيه الوجع ده أنا يعني الرسالة بجد يعني وصلت لنا وللمشاهدين كلهم إنت بجد إنت مقتهد وإن شاء الله ربنا يكرمك يا رب عشان لكل مقتهد نصيد ربنا خليكو نحن معنا مدخل هاتفي المخرج أشرف صلاح يا خبر ألو سلام عليكم أستاذ أشرف إزاي حضرتك إزاي صحبك عمد أي أخبار الحمد لله تمام أستاذ أحمد أخبارك إيه الحمد لله يا دكتور أشرف بجد شرف هاتشرف بيه طول عمري مدخلتك ليه في البردنج يا دكتور أشرف حاجة مش هنساها في الحياة يعني أنا متشكل جدا حبيبي يا أحمد أنا طول عمري بقول عليك ممثل من الدرجة الأولى وعقلك كل يقضى ربنا يخليك يا دكتور أشرف وشهد فيك مجروحة ربنا يخليك يا دكتور أشرف والله تفضل لدكتور أشرف المقد اللي أنت عامله معايا من أعلى المشاهد في فيلم سر الجزار ربنا يخلي حضرتك يا دكتور دكتور أشرف محدش له فضل علي في الوسط الفني كله غير المخرج الكبير أخويا الكبير من أستاذ أشرف صلاح اكتشفت اه اكتشف المهيبة اللي جواه اه محدش اللي فضل علي في الوسط تمن غير الأستاذ الدكتور أشرف صلاح متشكر جدا يا دكتور بشكر حضرتك يا دكتور أشرف انطالك يا أحمد وما تخافش وإن شاء الله كلنا وراق ربنا يخليك يا دكتور ربنا يخليك أحسن مخرج في الدنيا كلها ربنا يخليك دكتور أشرف ربنا يخليك دكتور أشرف متشكر جدا شكرا شكرا يا دكتور أحمد طبعا الدكتور أشرف المخرج العظيم طبعا هو قال اكتشف المؤهبة بتاعتك فأنت كان شخص موهوب ابتهد وإن شاء الله ربنا هيكرمك وهيوفقك ولكل مكتهد نصيب الوحيد الدكتور أشرف طراح اللي عمل كده مدلك إيده من غير أي حاجة عشان هو شايف فيك موهبة يعني أنا بتشكرله جدا بجد ودخلها الجميلة دي أنا بتشكرله جدا من اللي شجعك بقى من صغرك أن أنت تنمي موهبة التمثيل والشعر وكل الموهب اللي عندك لا هو أنا أنا أتولدت في أم كن مش بيقتنعوا بالكلام ده يعني مش أغلب أهلينا فعلا مش مقتنعين لإذنك المواصل أو كده من الناس طيبين جدا أهلي كلهم ناس طيبين جدا يعني هما عايزين يكلوا عيش بس يعني تمثيل وفن وكلام من ده مش فبالتالي بس مش زينا مش طبع فدايما كنت أنا على يقين حتى لو النهاردة حيال أكيد بكرة أحلى ما كنتش دايما بزعل من حد لما بيقول لي خلاص أو بيحبتني أو بيقول لي حياتي لا مين كان وقفك ظهرك بقى وبيشجعك برضو لي أصحاب كتير جدا كانوا بيشجعوني طبعا يعني والدتي مثلا والدتي طبعا بنوجه لها تحية كبيرة من داخل الصدر أصبحها وجمالي عايزة أقول لي أن نور عيني اللي بأشوف بيها ربنا يحفظها في الدنيا كلها هي ووالدي وإخواتي وصحابي الجدعان اللي هي برضو صحابي الجدعان برضو كويسين وقفوا جنبي برضو وإنت شايف هدفك قدامك بتسعلي بسعلي مش منتظر برضو حد يدعمك أو شجعك لأن حتى لو انتظرت بنتظر مكالمات كده مش بتعجبني برضو يعني مثلا لو حد عايز يشجعك ومبيعرفش يوصل لك يشجعك إزاي وانت فاهمها يعني مثلا إيه المكان اللي أنا طولاتي فيه ناس كتيرا جدا أحبطوا هيهجموك ممثل لي أنت فاكر نفسك بالزبط طب إحنا معنا مداخل هاتفية حمادة صبحي وألو أيوة حمادة السود فيه حاجة أيوة يا حمادة أنا أحمد فضل ناسائي الخير يا أستاذ حمادة هو تقريبا الخط فصل طيب تمام طيب فيه فيديو طيب ممكن تقدمه هنا في الكنترول طيب يا أحمد أنت برضو يعني ما كملتش إيه المعوقات اللي قابلتك في تاريخك السينمية أول ما الفيديو يجهز أنا أتخذت كم مرز كده بسبب برضو ما كنتش مقتنع خالص بحيطة الكست مكتب الكست وصيب صورتك وكيبه فكنت دائما عايزة الممثل بعينه المقرج بعينه المنتج بعينه مش هقبل نروح مكتب كست ويجي وحطني بقردر المجميع أنا مش هتعرف فيه يعني مش هنفع مثلا أقول للمشاهد في وسط السبعمائة عسكري دول على فكرة أنا وسطهم أنت فهمها؟ لا لازم ولو يكن مثلا المشهد واحد أنت شايف أن ده أولينا عليك أنت عندك طاقة وموهبة عايز تظهرها لكن ده مش ده اللي خليك تكتاحي من المسرح على محمد رمضان المسرح على الفنان محمد رمضان إيه اللي حصل به كله؟ هو كل اللي حصل ما قلتش أعرف السن أن الفنان محمد رمضان بيعرض على مصرح الهرم أنا كنت رايح لواحد مكتب فتح جديد اسكو جدي كان في الدقي فكنت رايح أركب من هناك من شرع الهرم فجيت قدام المسرح فلقيت مانيكان برسمة الفنان محمد رمضان تمام فلوحت لبتاع الأمن فلقيت يافطة مكتوبة مصرحية آيران رمضان الفنان محمد رمضان إخرجه لأستاذ نادر الجلال اللي مسك بمركز الإبداع فدر الأبر تمام فروحت لبتاع الأمن فبقى تكلم معا فبقل له أنا ممثل كويس وعايز بس قبل الفنان محمد رمضان فقال لي أنت حضرتك هتقطع وتدخل تتفرج لكن عشان تقبل زي محمد رمضان هتضرني لعني كده أنا هتضر تمام فقالت له طب هيك كلمتين أنا مش هتأخر يعني أنا دخلني بس لي فمش في إيده حاجة بردو مش في إيده آه فقالت له حضرتك قال لي عشان خطر أنا مش هينفع قلت كده هتضرني أنا فبعد إذنك اتفضل فمش هينفع فأنا ماشي إذا ما يكون صعبت عليه فبيقول لي خلاص خد أقولك في ظهر المسرح ده الباب الخلف للفنان محمد رمضان تمام هو بيطلع الساعة 4 الفجر من بيكون الأخر عرض للمسرحية الساعة 4 الفجر ناس كلها تيمشي بقى هو بيبير فأفضل و أنا ما استنيه كان فيه واحد زي ما كن مسؤول عن الباب ما حد يدخل ولا حد يخرج ولا الكلام تمام قاعد هو اتنين اتنين معين قاعدين فاثنين شابين ننسي منك فسهيته وجيت أدخل فقال لي تعالي قل لي انت راح فين و قلتني عزيزة بيبير محمد رمضان قل لي ما كمعد و قلت له لا تمام فقال لي خلاص اتفضل مش انت ملكش انك تقبل زي محمد رمضان و قلتني فقل لي مش هتأخر على قلت مش هتدخل أساسا فاسطوبه في الكلام أساسا ما عجبنيش فعشان يعني منعا للمشاكل أو منعا لأي حاجة أنا سبت المسرح نفسه بقيت بتاع 10 متر كده على ما هو يخرج هكلمه فما فيش برضو لقيته جاي بقول انت لو مشتش من هنا أنا هحبسك فقلت له هدخل المسرح ده على فكرة وهبجز محمد وهكلم هل ما فيش الكلام نتقول لها الكنين اللي معاه الشباب من سني فحصل نظام عراق كده بني بقيت خنقنا فمجيت البوكس كان فيه دورية فوقف المسؤول عن المسرح ووقف الحكومة فقلوهم الولد ده جاي بيقتحم على ده المسرح وكده والظابط إلا يخد تقول لها هده ده أنا مش بلطضي أنا مش بلطضي ولا أنا بتربي في الشارع أنا بقوله الأمر راح اتنين ثلاثة قال لي مفيش الكلام ده تفضل للكب وشوف انت راح فينا هده فعلا أصره أنه هيركبني البوكس ويأخدنه ويمشي مفيش غير كده قال له لو واحد اسمه الأستاذ وليد كان بتشكر له جدا برضه فاتح معرض سيارات في ظهر المسرح فعارف نظم محمد رمضان فعارف قصد الزابط عارف الزابط اللي موجود فدخل في المشكلة فحتى الزابط اللي كان موجود سابني من أجل الأستاذ وليد اللي كان بسك المعرض السيارات بتاعه فالزابط الدنيا بتقاطي ولا تفضل كويس إحكيتك مع السبكي بقى بس يعني مجازا كعشان الوقت خلاص كنت مع الحق أحمد السبكي كنت عايزة قبله كذا مرة ما عرفتش قبله كذا مرة ما عرفتش قبل الحق أحمد السبكي فسبت بلدنا ومشيت كان أنا عايزة قبله الراجل ده وأعز أتكلم معنا طمين فصعب الوصول لي الوصول لي عشان تدخل له مكتبه ومش ينفع طمين فاستنيت في الجراش بتاع العربية بتاعه بتاعت طمين استنيت في الجراش فطلع من العربية لقى لقى الجوة في قلب الجراش بتاعه مع العربية بتاعته حصل مشكلة بينه وبينه فسابني قال لما شوفك مشوفكش هنا تاني حصل مشكلة بينه وبينه أنت مشاغب وعندك حلم عايزة وصله وإن شاء الله ربنا يا كريمك وشرفتنا ونورتنا ربنا يا خليك أصبايا وفي قناة الصحة والجمال أنا اللي بتشكر جدا والله العظيم بأمانة وسعيد جدا مع الألماء ده وعلى الحلوة ومع الولايزة محمد الشاهد ومع قناة الصحة والجمال مرسي متشكر جدا لكم مرسي لكم نسلع فاصل وانتظرونا بعد الفاصل وفقرات جديدة وفقرات شائقة متشكر جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر